تعد الكزبرة من الأعشاب العطرية التي تستخدم على نطاق واسع في مختلف المأكلات حول العالم ولكن هل تعلم أن فوائدها تتجاوز مجرد نكهة مميزة؟ ففي هذا الفيديو سنسلط الضوء على عشر فوائد مذهلة للكزبرة وزيتها ومشروبها ونناقش تأثيرها على صحة الإنسان ونرشدك إلى طريقة استخدامها للاستفادة من خصائصها العلاجية المذهلة 1- تنظيم مستويات السكر في الدم أظهرت الدراسات أن الكزبرة وزيتها قد تساعدان في تنظيم مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني تحتوي الكزبرة على مركبات فعالة تسمى الكومارين واللوتولين التي تحفز إفراز الأنسولين وتساعد على امتصاص الجيلوكوز بشكل أفضل من قبل الخلايا 2- خفض ضغط الدم تعد الكزبرة مصدراً غنياً بالبوتاسيوم وهو معدن ضروري لتنظيم ضغط الدم كما تحتوي على مركبات تسمى الفلافونويد التي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية مما يقلل من ضغط الدم المرتفع 3- تخفيف أعراض القولون العصبي تعرف الكزبرة بخصائصها المضادة للالتهابات مما قد يساعد في تخفيف أعراض القولون العصبي مثل آلام المعدة الانتفاخ الإسهال الإمساك 4- تعزيز صحة الجهاز الهضمي تساعد الكزبرة على تحسين عملية الهضم وتقلل من عسر الهضم وتعالج الإمساك كما تحفز إفراز العصارات الهضمية وتعالج التهابات المعدة والأمعاء 5- تقوية جهاز المناعة غنية بمضادات الأكسيدة التي تساعد على تقوية جهاز المناعة ومكافحة العدوى كما تعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء وتحارب الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا 6- تحسين صحة البشرة تستخدم الكزبرة في بعض العلاجات الطبيعية لحب الشباب والالتهابات الجلدية كما تساعد على توحيد لون البشرة وتعالج البقع الداكنة وتضف النظارة والإشراق على البشرة 7- تعزيز صحة الشعر تستخدم الكزبرة في بعض العلاجات الطبيعية لتساقط الشعر كما تساعد على تقوية بصيلات الشعر وتعالج قشرة الرأس وتعزز نمو الشعر بشكل صحي 8- تحسين صحة الفم تستخدم الكزبرة في بعض العلاجات الطبيعية لالتهابات اللثة ورائحة الفم الكريهة كما تساعد على تبيض الأسنان وتعالج تقرحات الفم 9- تعزيز صحة العظام غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم وهما معدنان ضروريان لصحة العظام كما تساعد على الوقاية من هشاشة العظام وتعزز كثافة العظام 10- تحسين الحالة المزاجية تستخدم الكزبرة في بعض العلاجات الطبيعية للقلق والاكتئاب كما تساعد على تحسين الحالة المزاجية وتقلل من التوتر والضغط النفسي طريقة استخدام الكزبرة وزيتها ومشروبها كمنكه تستخدم الكزبرة الطازجة أو المجففة لإضافة نكهة مميزة للطعام كمشروب يمكن تحضير شاي الكزبرة عن طريق نقع أوراق الكزبرة المجففة في الماء الساخن احتياطات عند استخدام الكزبرة وزيتها الحساسية قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية انتجاه الكزبرة لذلك من المهم اختبار كمية صغيرة قبل استخدامها بكميات كبيرة الأدوية قد تتفاعل الكزبرة مع بعض الأدوية لذلك من المهم استشارة الطبيب قبل استخدامها إذا كنت تتناول أي أدوية الخلاصة تعد الكزبرة وزيتها مصدرا غنيا بالعناصر الغذائية والتي تقدم العديد من الفوائد الصحية خاصة فيما يتعلق بتنظيم مستويات السكر في الدم وخفض ضغط الدم وتخفيف أعراض القولون العصبي ومع ذلك من المهم استخدام الكزبرة وزيتها باعتدال واستشارة الطبيب قبل استخدامها إذا كنت تعاني من أي حالات صحية أو تتناول أي أدوية